السلام عليكم اخوان شعود الخوج كل شي مزيان صحيحات طويرات كل شي بخير المهم الاخوان سنحاول نشاركه معكم ان شاء الله هذا الحلق باش الى صادفة شي اخ يعني يعرف كيفاش يتعامل مع هذا الحلق ولمعه الطريقة وتعم ان شاء الله الفائدة للاخوان كاملين المهم في هذا الحلق الاخوان يعني واحد دورا في مبيل العين والأدن للطائر كيف بلكم والاخوان يعني جاء في منطقة حساسة هذا اللي غدي منعناك باش ما غديش يعني نحيدوه يعني يتم الإزالة ديالو بشكل بحل شكل او لا بطرق اللي حيدنا بيهم الجس او اللي شفتو معنا الفيديوهات ديالو علاش لحقاش هذا جاء في منطقة كيف قلناك حساسة جاء في منطقة حد العين وحدى الأدن ولق درق شي خطأ تما او لق دربنا شي شي منطقة تما اللي ما غديش يكون فيه شي عرق ولا شي حاجة يعني ممكن بأنه يسبب نزيف لهذا الطائر هذا وما غدي نستفدوه شي شي حاجة غدي غير 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 قتلوه اللهم ما غدي نحاولوك باش انه نديرو هالطريقة الاخوان غدي نربطوا له هذيك البلاسة ولا غدي نجمعوا هذيك البلاسة بوحد الخويات ونزيروه مزيان وغدي نخليوه ان شاء الله غديش بدك تكرم اوتوماتيك وغدي تحيد راسها والاخوان مسببات اللي كي ديروا هذي الحويجات هذو اللي كي وصلوا لهذا الحالة ديل هالطويرات هي التهابات في الجيوب الأنفية ديل هالطويرات او التهابات العين ولكن الاخوان كيف كي بلكم في الفيديو سبحان الله يعني الطائر وخاكي ندوره ممتصابش العين دياله ممتصاباش العين دياله العين دياله سليمة مزيانة والأدن دياله كي بكي بلكم يعني تايق مزيانة سليمة ولكن الورم شوفين جاء الوسط ديالهم وبقى بحالات كل يعني ما كانش لي العلاج مبكير يعني يبقى وتفاقمت في الحالة ولا مزير ولا ولا تفيه بحالة طريقة يعني ده ما كي منعنا بأننا غدينا نجرحوها ولا نحيدوها هذه الشيعة تزيرناها بها الطريقة وغننحاولو باش نزيروها مزيان ونخليوها بع العلم كيف كي بلكم يعني العونة دياله مزيانة والأدن دياله يعني شاي مزيانة غدي نحاولو باش نزيرو ونحاولو نخويو لي هذيك البلاصة على الإخوان كيف كي بلكم كان عسره واحد شوية ركي خرج منا واحد مق شوفو كيف كي بلكم في الصورة واحد المال اللي بحالة شكل دي القيح او المق دمو لا ماشي دمو لكن بحال شكل دي القيح رك نحاولو باش ننضفو ذيك البلاصة وغدي نحاولو نعقموها وخاق حزمناها وكل شي ولكن باش ما تدير شلي نتعفو ندير نشي مشكل لحقاش كيف كنقولو جاتش في واحد المناطق اللي شوية ماشي في جناح ماشي في شي بلاسة أخرى غدي نحاولو باش ننعقموها ونخويو ذك شي وراح ناك كيف قلنا زيارناها مزيان باش ما توصلي هاتشي حاجة لطائر او يكون لي درار ورا مع الوقش الاخوان مع ديك الجمعة دي الخيط او الزيار ممكن باش تسعمل السبيب غدي يكون حسنا الاخوان ولكن احنا ما توفرش لنا السبيب لقينا هات الخيط تاوق غدي يعني يوفي بالغارات وحاولنا باش نطبقوه معا ان شاء الله ورا غدي تكون طريقة مزيانة وناجحة وغدي تحمل السئصال ديال هاد الورم بطريقة ان شاء الله يعني ما ما فيهاش ضرارة للطائر وما فيهاش مشكل اللي غدي يدير لنا من بعده ولا يسبب لنا شي نازي في هادك الطائر او ضرار في العين دياله او في الادون دياله ومع العلم الاخوان يعني الطائر هاد طائر اللي عنده هاد الورم يعني فسحها جيدة اه يعني ما عنده تشي مشكل ولكن هادك الورم غدي نحاولو ان شاء الله باش نحيدوه له غدي نحاولو قدب حاليا انا نزيرو هادك الخيط مزيانة الاخوان علاق بلاصة ديال الورم او البلاصة اللي فيها الورم كيف كيف يبال لكم غدي نحاولو باش نزيروه مزيان اشتركوا في القناة م Visian وبال لكم اخوان ملي زيار ندو بحاليا زيار مزيانة الاخوان غدين حاولوو لكي نقطع الخويطات الزائدين كيف يبدأ لكم يا إخوان؟ دبرة مزيرة سوف تحاول إن شاء الله فاش سوف تبدأ أوطوماتيك سوف تكرم مع الوقت سوف تكرم وسوف تحيد الراسة بلا ما سوف ندخله وكيف قلنا نصبه شموش كل هذا الطائر المهم دبرة حايدناها الإخوان كيف يبدأ لكم حايدنا الخويطات نقطعناها هذا وسوف نحاول نرد طوير البلاسة مع التعقيم الإخوان سوف نحاول نعقموا له البلاسة وندروا له أحد شوية بطادي أو هذا أو أي شيء سوف تحاول تعقم بها البلاسة وإن شاء الله سوف ندخله في صحة جيدة ومزية إن شاء الله على الم ترجمة ومزية هل أشهر أنا على منعي؟ أو مرحب ما أشهر أنا و 좋م أشهر أنا على التعقيم اشتركوا في القناة